لدينا أحد فورمولار يوجد مجموعة بالفيلد إيميل، يوزرنام، و باسورد وكل فيلد مطبقة فيه واحد القاعدة عن طريق attribute pattern للإجتامال هذه واحد القاعدة التي مطبقة على إيميل يريد أن نشيكه ما هو valid أو لا نفس الحالة بالنسبة للإيوزرنام و نفس الحالة بالنسبة للباسورد ثلاثة للفيلد، ثلاثة للقواعد تقدر تخدم هنا بـ Type email ولكن هنا تخدمت بـ Text وطبقت واحد القاعدة عن طريق pattern بالفيلد، أقوم بعمل نفس الحالة هذا الذي نريده هو نجد الـ Steel إذا لم يكن لدينا أي شيء بالفيلد نريد أن نضعه بوردر بالحمر وهذا عن طريق CSS و جavasكاة الفيلد، وهو Inputs، وصلنا إلى هذا الفورم أولاً، نريد أن نشيكهم ما كانوا لنشيكهم، سنخدمهم بـ Hars ومن بعد ذلك سنقول لي بأن وصلنا إلى Inputs وصلنا إلى هذا الفورم ونطبقه بوردر لكي نرى القاعدة عن طبقات لكي نرى بوردر بالحمر سوفقاردي نرى بأن الكاملة سيجونة للمشهدين أعني أن القاعدة رقم واحد تطبقك ما هذا بالقاعدة ورقم جوش؟ نريد أن نرى هذه الفيلد ف bets invalid قاعدة رقم جوش سنطبقها بـ Invalid لذي يعني أنه إذا كان Inputs الـ Invalid هنا ستطبق عليها هذا الشيء نقر سوفقاردي ونتركب الإيميل التي قامت وهو غالط والبوردر تطبق على الجروب كامل الآن البوردر لا يريد أن تطبق على الجروب كامل بغينا البوردر تطبق على ال Input سنسيلكسون Input و سوفقاردي سنكشف احد الإيميل الذي هو غالط والبوردر تطبق بالحمر نكشف ايميل الذي هو valid كميشالEmail.com ومن بعد بالنسبة للوزرنيم سنضع احد الوزرنيم الذي فيه جوش ذلك الكاركتر لا يجب أن يدوز لدينا فيه 4 الكاركتر يدوز ومن بعد بالنسبة للحالة الذي يمكنك فيه مثلاً لديه الكاركتر لا يجب أن يدوز وماذا يمكنك فيه ومن بعد بالنسبة للحالة هذه القاعدة التي هي invalid ستطبق على أي validation على نiveau Form Controls كميشال سننبتل إلى فورم ونرى إليه واحد آخر وإليه Input آخر لتشكي الage سننضع إليه Incomment هنا ونرى أنه لدينا شون الage الذي تعني بأن القاعدة لدينا فيها الـ 18 إذا كان كميشال 19 سيكون دايزة ولكن 18 دايزة ولكن 17 ما سننبتل